اشتركوا في القناة 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 نشوف الربع ايبو نذكر الانترفيس بتعطي البيترينيا ادمن يعني بكل بسوطة لدي version 3.4.3 من البيترينيا ادمن انا بشوف عندي في الانترفيس هنا ترى انه في كذا ثيم موجود بس انا بحتاج الثيم ده يعني في كذا ثيم تاني في الوريجنال ثيم وفي البيترينيا ادمن لذلك يمكن ان يكون هم تلوثي المنظر ومحتلط ثاني بشكل اشعلا بشكل محتلط عن حد ثاني ماذا انا بكل بساطة لدي المنظر ووضعنا على اليمين هنا يكون الواست بالداتابيز بيكون عندي هنا شوية تابس ممكن ان انا اكتروا عليها اقدر عمل منها قدعم فمعها بعمليات كمعاملات هنا قممنا بتجميع الـ General Settings كم بعمل الـ Password أو بعمل الحديث بعمل بالحضر ويعود الموضوع بعمل المفضل وما هي قمنا بتجميع الـ Admin Cockups بياتح لي قمنا بتجميع الـ Seeding أو قمنا بتجميع الـ Atoad مثل هذا الطريق مثل هذه الـ خلاص man gonna be able to access王 فإن هو قمنا بتجميع الـ Cảng هنا قمنا بتجميع الـ MySQL بيقولي MySQL Server اسمه Local Host Server Version ثم MySQL كذا بيؤد كل version user the hyperboot MySQL Character Set UTF 8 الweb server عندي Attaching MySQL PHP Extension MySQL I اللي هي MySQL Improved Extension وعندي هنا في الPHW Admin بيقولي شوية معلمات عنه بالشكل الهتمتعي تعالوا نبدأ نشوف ايه التابيز لنحن يقدر نعملها او نعملها والله هم اول حالة نمشي على الكلام اللي قلناه نحن عايزين نكاري الاتابيز لمدازم يبقى تعالوا ندخل على التاب بتاع الاتابيز اللي موجود عندي فوق هنا وحدى ان انا كاريت نيو الاتابيز وحدى اسميها مثلا سكولد يبقى الاتابيز اللي انا حسميها هنا حسميها سكولد بيقولي هنا بتاعها احدى ان انا احطى UTF 8 عشان اعطى ان انا ادخل data بالعرابي بشكل طريعي ما يدخش في مشكل فكرة UTF 8 عشان اعطى ان انا مش هكول انا فكرة اسمها ويقول لكي ان احطى اعطى وحاولوا كريت قال لي الاتابيز سكول وفعلا ظهرت عندي هناك الاتابيز موجود طيب انا لو دحلت على الاتابيز دي عملت كريك عليها بس حيبدأ من بدل ما يبقى هنا في لسطة بالداتابيز على الشمال حيبقى في لسطة الاتابيز اللي تحت الاتابيز اللي انا موجود فيها طبعا بيقول لي no tables found لانا لسه مكاريت الاتابيز دلوقتي ومفيش ايه tables عندي حبق بكل بساطة ان انا carry tables طيب احنا قلنا ان الاسكول دي احتبقى هي العربة كبيرة اللي حيبقى جواها فيها علاقة ثانية صغيرة زي المدارسين وزي الطلبة زي الانتحانات او نتاج الانتحانات اللي قلنا حنكسرها وحنقسمها جزئين طيب امتحانات ونتاج طيب قلنا العربة الصغيرة دي بنسميها tables جداري فيها معلومات وقلنا كل جدول بيتكون من حقول وبيحتوي على صفوف او روز يعني بيتكون من fields وبيحتوي على روز طيب او columns تعالوا نبدأ نتكوي table جديد حنسميه مثلا teachers بتاع المدارسين مش شكل طيب يقول number of columns column زي العواميد او fields الموجودة عرضي طيب احنا نعمل table teachers بسيط جدا عشان نبدأ نشتغل به مش شكل ممكن حنقول مثلا والله table teachers اللي عندي انا محتاج فيه معلومات ايه؟ عايز teacher id ال id بتاع teacher وعايز teacher name اسمه وعايز teacher مثلا ايه؟ كلاس كأن كل فصل بيدروس المدارس واحد زي المدارس الابتدائي وكل فصل بيبقى الواقم مش شكل ممكن انا عندي دواتي 3 columns وهم اللي انا محتاجهم وضع logo عشان يبدأ يتضع للوزرد اللي حتى اكاري بالتابل ده طيب تضعنا المنزل القدامي بيقول table name teachers وبيقول ده حل وقاء بكل المزل انت قلت عليها التابعة دولك ده حل معلومات عنهم علشان اكرايتهم لك تتعرف انوالة لقدامنا بشكل رسيد شوية table name teachers خلاص ده انت هنا منه بيقول structure structure بتاعيه بتاع ال table نقلنا كل حاجة في structure دي وداتا بيزل structure بتاعها حلقة بها table اسم كل table ال structure بتاعه انوالة بيتكون من field that لكن بيحتوي على مش بيتكون بيحتوي على rows صفوف من الدات وقلنا كل صف بيتكون من ايه بيتكون من مجموعة values لمجموعة table اسم اللي هو موجود به طيب تعالوا نكوالة ال fields الموجودة جرى table بتاع teachers اول حاجة الكولام يعني بيقول لي كتب الاسم بتاعه هكتب teacher id بالشكل ده طيب طاني واحد اسمه ايه teacher name طيب طالت واحد teacher class ننجف كده انا كتبت ثلاث اسماء واضحين جدا علي ال data الموجود عندي لو تلاحظوا في التاسماء هنا في اسلوب انا بحد ما مش اللي عن اطوله البيعيح جدا بعد كده احنا شغالين في الكود ومن ابدأ نعمل complete complicated database بعد كده ان انا بكتب مثلا عندي table teachers ال fieldات اللي عندي بكتب teacher كذا teacher كذا يعني الحصيه او الحاجه المضاف الى teacher فيها طب بتاعه انا بكتب كده مش هم في النهاية كلهم بتاع teacher تم اكتب ird name class number طيب افرد ان انا عايز ايبود بجدول تاني يعني ايبود بجدول تاني احنا نتكلم عليها بعدين بس لما نجلها تبقوا فكروني اجي الموضوعات باسمية ده اقول لكم علي ان شاء الله مش عايز اقول الله عشان ما يتحدش موضوع الاشان بشكل يعني ديب شوية اه في لقبطة طيب التاني حاجة عندي حمد اطخل لها هتقل موضوع تايد او موضوع الانواع بتاعت كل فيلد من الفيلدات اللي موجودة عندي ديه طيب تعمل بس بسرعة كده على الانواع مع بعض في البرزنتيشن حنقف البرزنتيشن وبس بسرعة على الانواع وبعد كده موضوع طيب بنقول الله الفيلدات اللي عندي اللي هي مجموعة ديتا تايبس ايه هي الداتا تايبس العقودة والله في ديتا تايبس كتير لكن حنقول اشحرهم اللي احنا هنستراضهم كتير شيء يعني شوية حاجات كنمبر وشوية حاجات ككاركترز او موضوع الانواع عندي انت لوعى الانتغر دا بيبقى الطول بتاع 2-18 بيت عندي سمول انتغر بيبقى 16 بيت الويل دا بيبقى 2-18 بيت الويل دا بيبقى فيه فلوتين بيت والفلوت بيبقى طاوستين بيت كطول عندي الكاركتر وعند الفيلدات دول مش بيعدوا اوقام باعدوا بيعدوا كاركتر زرمونا يعني ممكن يكون اوقام ممكن يكون حرف مافيش رساكب خلص في كنا فكورا الفرق بين الكاركتر وفار الكاركتر بشكل بسيط اوي هو في اللنس بتاعهم مش اكتر الاثنين بحدد لون لنس الاثنين لازم قولل لنس بتاعهم كم لكن الكاركتر بيبقى Fs Practice Lens لكن الواعيش او فار الكاركتر بحق الملس يعني في الكاركتر titt Ins, الله يمكن نwortه Oh! taught me��S طاوسته 10 कاركتر طيب لو عملت الفيلد نوع character اللي هو الاولانية دي وقلت ان الطول عشرة ووجيت اكتب مدرس اسمه احمد مثلا طيب احمد طولها كان A H M A D 5 طيب الحمسة التانيين هيعوض عنهم بspaces هيحط لي spaces عنه فيبقى فيكسيد لانس لازم يكون اللانس عشرة مش هيعليه عن كده ابدا حتى لو كانت البيتل لجوه اقل من اللانس ده طيب اوما اللي هو character ذا character لو الفيلد عند العمل عشرة طوله وقلت احمد اللي هو الحمسة بس حتبقى data جوه طوله حمسة مش هيحط لي spaces كبادنج يعني عشان بس يبقى بنفس الانس وحراس لا هو مش strict او لدركتي ده الفرق واحد بين character و character تقريبا و small integer و real float زي ما احنا عارفين مجرد ارقام بتتحول الفرق بينهم في الطول و في floating points في انواع تانية او في انواع تانية اكتير في نوع مثلا اسمه text في انواع اسمه blood في بلين موجود عندي في انواع تلكتوب جدا مش هنتعرضها دلوقتي لكن ممكن انتعرضها احنا شغالين في المصر طبعا هنتعرض لها بتفصيل شديد جدا ان شاء بقى في وجل 2 هنتعرض لكل نوع بالتفصيل ونعرفه وانجباده ان شاء بقى وانجباده ان شوف كل فلد من الفلاتر اللي كانت عندي دلي هينسبها اي نوع من انواع ال data types هنتعرض لعى teacher id والله teacher id ده انا المفروض يبقى عندي ارقام مثلا اول teacher مفروض يبقى ال id بتاع واحد ثاني teacher يبقى ال id بتاع اثنين ثالث teacher اثنين ثالث يبقى انا محتاج ال data type بتاع بصودة type سيبقى اي كتير جدا في الناعة كتير اي موجود عندي انا هنا محتاج ان الناعة بتاعي يبقى اي integer ارقام عادية حالص هنا انا ال integer ليبقى اثنين وثلاثين bit length ودي اقعفوش floating points ودي مواصفات بتاع ال data الاحترام موجودة في الفلاتر فهنا محتاج لكون integer وشكل بسيطة teacher name teacher name ده المفروض هيبقى characters هيبقى كلام طيب الكلام ده هيبقى tool وابدئيه والله انا هحط maximum للطول بتاعه بحيس انه ما يزيتش عنه ممكن اعمل var character وممكن انزل تحت شرية لأي character عندي ده واندي ده ولنفرق بينهم ايه وحنجرب الفرق مع بعض حولينا نعمل الاول var character معادي ونقول ان ال lens بتاعه حيبقى مثلا 15 characters فحيبقى عندي 15 characters بحد اقصى حيبقى اخدهم الفيلد طيب teacher class number وقم الفصل من المدارس ده بيدارس له والله اذا حيبقى وقم بس مش اكتر فحيبقى integer ويعني اكيد طوله مش هزيبقى 22 bits ان شاء الله فما فيش مشكل فيه بالطريقة دي فكده بدأت ان انا احط ال data type بتاع كل فيلد موجود عندي ادي teacher id والteacher name والteacher class number انا كل ده شغل جولة table بتاع teachers اللي احنا ساهمنا مع بعضه في الاول محمد الله انه هو على ايه كأنه مجموع من المدارسين عايز يحط المعلومات بتاعتهم وقلت معلوماتهم دي هقسمها هعملوها layout ان ال id والcode بتاعه مثلا والاسم والعقم الفصل اللي هو بيدارسله وفعلا عملت الكلام ده عندي كناحة تكنيكا لدلوقتي بشكل بصير جدا فيه شوية حاجات تانية كده في ال play admin هو بيدارسله لها عشان احطه مثلا في حاجة عنده اسمه default default ليه بكل بساطة بيبقى معناها ايه معناها؟ لو الفيلد ده بعد كده بأفرع حالا بعد كده انا بدحل ال data على ال data base d وانا بدحل ال data لو جيت ومحطتش data عند الفيلد ده هو يعمل ايه؟ يعني مثلا عند teacher name هنا ومحطتش data يعمل ايه؟ as defined لو احطرتها هبدأ اكتب هنا حاجة معينة عشان يحطه هولي بشكل افتوادي في حالة ايه؟ انه ما يبقىش في data داخله وانا دعم insert ال work date نل يعني حيصيبه فاضي نل فكان نل وزي ال black hole كأنه ذا يسرقه الاسود كده اللي هو بيبلع اي حالة لافيش مش موجود كان ال time stamp بدأ بينفع معيه في جوزء date مش هنتكلم عليه للوقتي فكانه ما ذكر اهو شيء موضوع date وال time الاسود كده ان شاء الله طيب انا ممكن الكلام الاستفاد بيه بقى فيه الموضوع ال default ده ممكن في teacher class number لو انا بدأ الحل data ما احطتش teacher class number انا كده يعني فيه حاجة متعرف بيني وبينكم انها لو ما احطتش class number هنعتبر ان ال class number كان هنقولي ال class number هيبقى مثلا 10 مثلا حاجة بقى في ادارة المدرسة المدرسة في ادارتها كده انه هنو بيدحوله data لو في مدرس ما حطتش الفصل التاع وراقعه كام هيدا رقعه بشكل استوادي الفصل وراقع 10 الفصل وراقع 10 نجدعه احنا بنتعلم لوقت حاجة ثانية اللي هي وبناخد امثالات افتوادي مش اكتمكن طيب ال calculation بتاعتي هنا اندي انا حددتها قبل كده بصف ال data base نفسها اللي ازال including بتاع data اللحوة فانا حددتها UTF8 general CI مش لازم حددها ثاني هنا هتخدها بشكل افتوادي بدون اي مشاكل طيب attributes attributes دي شرية معاملات او معاملات حصة بضحولها على ال better type اللي موجود عندي اي موضو مش هنتعرض له دلوقتي آآ هنتعرض ان شغيرة في double two آآ النر اي بكل بساتة انا ما بقولي ان الفيلدات دا ينفع ان يكون نر ولا بقى ينفع ان هو يبقى فاضى ما يتحطش في حاجة ولا بازم يكون نحطل فيه موضو ال index هنبدأ ان تكلم فيه دلوقتي نفهم عوضا عن ايه index وبعد كده نشوف احنا هنعمل ايه في معدول الانتكس انه عندي والله يجبع معدول الانتكس ده بكوز بساطة نحن نبدأ نتصور ان احنا عندنا مثلا 1000 مدارس عندنا 1000 مدارس موجود بيدرحل ال data بتاعهم عندي لو انا جاي دلوقتي وعايز اطلع ال data دي هطلعها زي عايز كل واحد يعتبر نفسه ان هو data is engine وعندي ال data دي كتير جدا موجودة بقوة تتحدق بمين وبعضين مين ولا ايه الحاجة اللي يعني هتبقى بتفرصلي الكلام ده ايوه بتفرصلي يعني ايه بتعمل ال indexing الكلام ده ايه ال index ايه ال figures بتاعي اللي انا على اساس محدق بواحد واحد واحد تاني فلازم بيكون عندي حاجة اسمها index ال index ده في كذا نوع ممكن عمله منه ممكن احضليه ممكن اعمل باراميكي يبقى عند باراميكي وإندكس نفس الوات ممكن اعمل كذا حاجة بس بشكل عام بحدينا عارفين وعيد ده الوقتي بعد كده حنفصل شوية حاجات يعني التكنيكة اللي اعلى شوية في المعبودة مكن بحدينا عارفين عارفين من ال index بال figures او الحاجة اللي بقدر امسك منها الروز الموجودة اقدر ان انا وانا برد على ال data دي اقدر ان انا ارتبهم بالترتيب ده ما بقاش محترف مش عارف اقوله المدارس ده الاول والمدارس التاني الاول وعلى اساس احفاظ البنهم على اساس ال index هو اللي بيحدد للكلمته طيب الطابل ده ال data اللي جوه حيبقى بتستقضم ال index ده علشان توتر ال data علشان تعال اي حاجة اي عايزاه بيبقى ده ال field الاساس اللي بعدها طيب امال ايه primary key primary key ده بيبقى مفتاح مميز لكل الروز موجود عندي يعني بالوقت انا عندي مثلا الف مدارس في ال table بتاع تيتشارز ده لو انا عايز اوصل لمدارس معين جوه فلازم يكون عندي field معين ولازم يكون عندي حقر معين من الحقول دي في data ما بتتكررش وده اقدر اوصلنا على طول بسهولة من حواله وانا بعمل select او انا بعمل اي حاجة وغالبا بيكون ده field انا بعمله اسم و id اللي هو الرقم الممكن مسلسل او مش هزم مسلسل او مش هزم مسلسل او هلقول عموان الرقم او الكود بتاع التيتشارز ده فلاقبل عن طريق ان انا اوصل ال data بسهولة واقبل ان انا اسلكت where teacher adb equal مسلا 1 فحيبقى ال primary key عندي وغالبا جبت انتلال الكلام ده ايه اليونيك اليونيك بيقول ان ال data اللي حتبقى موجودة ال values بتاع تلك ال field ده لازم تكون unique انفراش تتكور ابدا طب ايه الفرق طب انا كنت عملها بعيمة الحلاص لا والله انا في كل table لازم يكون عندي بعيمة ايكي واحد بس لكن ممكن يكون عندي 10 fields كلهم unique ممكن تكون ال fields بتاع تلك ال table كلها يونيك يعني teacher name ما يتكررش ابدا طب ايه حاجة مش وقالية وما يفاصل تتعمل يعني يعني ممكن teacher name يتكرر لكن بنتكلم بشكل عام ممكن انو نعمل ال field بتاع مثلا teacher class number ما يتكررش ايه حاجات كتير ايه ممكن انو نعملها يونيك لكن parameter key ده اعمل واحد بس parameter key زي ما قلنا بيبقى هو ال handle بتاع كله اللي بقى اوصله عن طريقه والindex زي ما قلنا بيفيدنا بيفيد ال database نفسها لما تيجي تطلع ال data علشان تقدر تفرسك عن طريقه زي شو المكتبات العادي اللي موجود في المكتب العادية اللي مباني اللي اسمها مكتب يعني اللي هي اصول مكتب الواقع ايه وكده طيب teacher ID ايه واقعكم ايه يتعمل ايه من الثلاث دول هنفتح الشات كده عشان نشوف مين يعني مركز معنا teacher ID ايه يتعمل ايه من الثلاث حاجات دول primary key ولا index primary كلام جميل جدا طيب ليه الات primary يقول لي ليه ايه عايز حد يقول لي السبب ليه نعمل teacher ID primary key ايه يعني ايه ليه ما نعملهوش unique مسح طيب ما teacher ID مش هيتكرر ابدا اعمله unique واحد منهم مش هيتكرره ايه لانه حيتربط بجدول تاني جميل ايه حد عزول حاجات دانية ايه حد عزول حاجات دانية ايه وصد hospital ها يو ايه وصد ايه وصد ايه وصد ايه وصد ايه وصد نتعرض اسم الزبط حين او هنا او هنا او هنا او في حد دي او دي مكتوب انا اظن بريميري ايه طيب طيب بالظبط كده بريميري يعتبر يونيك وينديكس الاثنين مع بعض ما ينفعش يتكرر ابدا والدودو بيتفهرس عن طريقه عشان ما يتكررش نعم عشان نوص عن طريق البحث الكلام جريم كده أصدرها برايماري تمام طيب شكرا سيدنا طيب احنا ندسابل الشات تاني بعد اذنكم علش ونروح نكمل مع بعض هم اذا كده عرفنا هنا التيتشو عادي حيبق برايماري كي طيب التيتشو عنيم محتاج اننا نعمل حاجة هنا الرابينAUS لين يقوم بال Image twitter وكما لا يحطني عادي اثناء ادتم اسم اندانها منذ ذ Daily تقترضى بشكل الان اضافة مثل تيتشو عالي تيتشو عالي هو زياد بشكل تلك الرؤية طب ليه يزيد لأنه نحن نقول نهو primary ويقولنا primary ويجمع ما بين الIndex والunic فما ينفعش يتكرر الValue بتاعته أبداً فإحنا عايزين نزوله على طول أو نغيرها على طول طب بدل مفضل قطعي النفسي ويشوف الValue اللي حطها دي هي مزبوطة مش موجودة فوق ولا الكلام دي أنا عملاق 20 على طول عشان يبدأ يزول بشكل تلقائي معايا الValue بتاعته دي طب teacher name لا ما ينفعش يزيد أصلاً فحيب characters تتشار class number عايزه يزيد أصلاً طبعاً دي أنا حدوحه في كل مرات مزاجية هل تتشار ده في الفصل ده كمنا تسلوا عند شهية كومنتيات عايزة أكتبها على الفيلد ده فكتبها بتاب شكل عام كده ده الكلاشان بتاع تابل نفسه لو عايزة وجهة وبعده بكتبها تايك وبعد كده هقوله سيف يعني إيه يعني بعد ما أنا عملت الده تلاتة كولمز بالشكل ده أو تلاتة فالده بشكل ده وأنا فتكرت أن في فلد تاني أنا كنت نسيه حضيفه زي هل اكاويته بعد كده ادحوه عدل تاني التابل زي ما هنشوف انده ممكن لا ممكن بكل بساطة ازود في الهنا اقول ادوان كولم وهقول له جوه فحزود هولي وانده ادحوه بتا بتاعته انا الحمدلله انتقل ان هو ده الشكل بسيط اوي اللي احنا عايزين نبدأ بيه بس نفهم بيه الموضوع ده ايه فحنقول له هنا سيف قال لي تابل اسمه تيتشورز اتكاري عندي هوا تابل اسمه تيتشورز ممكن اعمل سيروش فيه ممكن اعمل انسرت ممكن اعمل امتي افضي حولس ممكن اعمل دهوب يعني او او اشيله تماما وبيقول لي شوية معلمات عن التابل بيقول لي الله هي التابل ده الروز اللي فيه عددها الزيو وفوش روز حولس وبيقول لي ان الكلاش عبطي افتراني جنرال سي اي وهنا برحجم الوغرهيد والتابل تعال نتقل على الستركتر ونشوف كده الستركتر اللي احنا عملنا شكله يقوه والله فعلا ده نفس ده انا عملته اجل فيه التيتشور اي دي وتيتشور نيم وتيتشور كلاس نمبر التيتشور اي دي النوع بتاعه انتجر الكلاش عبطي افتراني عادي مفيش شكل اصلا واقم فلمش هيهماني فيه التيتشور اي ايه وعندي من ضمن البربرتز اللي هي اوتو انكريمات النوع بيزيد بشكل تلكوي اه هو حطت لي تحته حط يعني انزل بصالي تحت كده شوية حتلاقي في الاندكس عندك في الفيهيوس الموجود عندك في اندكس نوع بريمري ولكولم بتاعه اللي هي تيتشور اي دي تيتشور نيم ذار كاركتر زي ما انا ذار كاركتر يبقى دين ستاعه غيرتل متعيف وفهمنا الموضوع ايه في النهائيه لازم احدد طول زي ما انا حددته هنا مثلا 15 كاركتر لكن الفرق بين ذار كاركتر والكاركتر هنشوفه حتى نبحث الديتا مع بعض وزي ما قلناه بشكل نظر من شوية ويالتيتشور كلاس نمبر انتجر برضه بنفس السلوب طيب جدا تحت الديتشور تاوليني او تحت المجموع الاوليالي تحت التشورز عنده توب يظر بينا نبدأ ندحل شوية نتيبه ندحل شوية نتطبع هممكن نكاري التابل تاني من كريه التابل نكاريه نصف على التابل او اي حق طيب ادبرا نكاري التابل تاني عايزين نطحي ونادحل ننسول شوية نحط شوية التابة طب هنحط الداتا كم عند وعد الـ ... طبعا هنعرف كيف نستخدم الـ نضاعه عن طريق الـ ... او حلوة ساكل حريبا ولكن سنكلم بشكل ... بـ في الولاي سنرى الساكل بهذاً طيب قبل ما نبدأ في الـ أنا ممكن أعدل أي فلد من litholak معنى إتشانج هنا ممكن أجلس على أريد عمل في حاجه حيوديني على هذا المنظر و أعدل ما نضعه معي زي بي زي أحصل على المستفيد وذلك أوقع نغير لذلك مقطع من صحيف ما يحصل عملك تيتشور ادي تيتشور ادي اتفقنا ان هو auto increment يبقى مش حاط في حاجة لاحظوا بس الاول الشكل بيتشري ادلا عبره لنا هو هنا بيقول لي الكولمز بتاعتك اهي وبيفكان بالنوع بتاع كل كولم ايه علشان وانا باملاء ال data ابقى عارف كويس النوع ايه ومعروضتش ام لا data مش بتماتش النوع ده فبيقول لي ان ده انتجر وبيدين هنا دروت داوين مانيو جميلة جدا وفيه داوين في حاجات كتير بيسميها هو function ودي فعلا مجموعة كبيرة من ال functions اللي ميسيكل نفسها بتسابوتها واحدة واحدة هي ميسيكل فيها functions اه ميسيكل فيها functions ميسيكل فيها functions كتير بقدر الناس تعلمها في SQL statements بتاعتي زي ما حنشوف بعد الكنتشور انا فبقدر الناس تعلمها بشكل اه بسيط وجميل جدا عشان تقصر عن ال data data هنعرف على حاجة منها دلوقتي لا احنا هنتعرف على functions دي مع بعض او معظمها او اللي يهمنا منها لما نبدأ نتكلم على SQL statements ونبدأ نتكلم على code بعض المحلص بس الجزء ان شاء الله طيب تعالوا نملا ال data بتاعه التشور عن دي والله انا هسيبه فاضي واحدة واحدة ازاي هتسيبه فاضي وحيبقى unique وindex وعملين الكلام اللي بقلنا ساعة ما انا هسيبه فاضي علشان في جزء انا قلته في نص وقلت انه هو auto increments يبقى هو كده هيزيد بشكلة القاضي وحيبقى العد بتاعه من واحد وحيبقى رقم واحد كvalue افتراضية انا مليش دعمها بها انا قلته تشور نيمان اقول انه var character والlens تاعة يكون 15 انا هسمي التشور اللي هنا بس هنا محمد احمد محمد احمد تعالوا نشوف كلا m o h a m e d space a نغير دوقتي احنا كلا وصلنا 9 بال space 8 وثلاثة كمان هذه كلا وصلنا 12 واحدة كلا وصلنا 12 واحدة كلا وصلنا 12 وانا بقول ان ال lens بتاعي مفوت كونه 15 وانا كلا وصلت 13 يبقى مشاكل في الكلام ده وانا حفظ العد نحنا ممكن نجيب ال string lens ونشوف كلا ونضحوله تابقى teacher class number هو بشكل افتراضي عمل لي كام 10 لان انا قلت له فانا اما اضحولتش حاجة اضحوله 10 فاو حتقل من الاول لا تيتشر ده فال class واقع اثنين كده انا بحلت الكلام كونه طب ايه الفرم التاني ده ايه فلدات التانية دي هي هي نفس الفلدات او هي هي او مالضاء ايه ده لو عايز اضحول اثنين وو واحدة لو عايز اضحول اثنين وو واحدة فاو بيسهل لي بيديني فرم تاني تحت وبيبقى عمل هنا تشيك بوكس اسمه ignore يعني تجاهل الفرمولات متعملش في حاجة طب يعني لما اجي عايز اضحول واحدة تاني المفوضة اشيل العلامنا او ignore وابدأ اكتب لأ انت ممكن تبدأ تكتب على طول وتروح على البعد وحتلقي العلامة تشارك مع او ignore بشكل اوتوماتيك علشان يبدأ يوحول الديتادي معاك طيب انا طبعا هتجاهد الكلام ده احنا عايزين ده تندحو الحاجة واحدة بس هقول له go وحددأ اشوف اللي سيحصل والله لقيته بيالله وانو انسوتد وادى الكوية او secret statement اللي هو هنفزها عندي والمجاحة تبقى لتتحول الروضة طيب تعالي ونبدأ نروح نعمل باوز واتفقنا ان باوز بتقول لنا اشوف الروزة الموجودة في التابل وسترابتشار بتقول لنا اشوف الفردات اللي عندي هنطلق على باوز وحنروح لقينا فعلا ادي منظر table كأنه مرسوم على باوز teacher id بقت الvalue بتاعها واحد مع ان انا كنت سألها فاضية قلوح لها واحد اللي عملتها عليها teacher name محمد احمد انا كتبتها teacher class member الاثنين زي ما انا كتبته من شوية طيب احنا teacher name هنا عاملينه var character الجزء بقى قلنا من شوية احنا عايزين نشوفه مع بعض الفرق بين var character وال character وقلنا ال character لو انا قلت له character 15 lens بتاعها فحتى لو كانت 13 وحيسيب لي مكانين فاضين بحياة من شوية الخروج وانا احمد من شوية احمد انفس المملكة الاحداث اممم امم لكن بشكل عام المفروض لما ده يكون character المفروض بيظهر اناك الفاضي يحجز هالي يتبقى اناك الفاضي بتاعتها موجودة مش بينقص اللينس بتاعها زيانا الvar character بتعمل هذا انا ارجعها تاني var character وهي var character بيستعدمها على اطول طيب عايز ادخل الو كمان عايز ادخل الو كمان موجود عندي طبعا انا على رغوضة ممكن اعمل edit وممكن اعمل copy وممكن اعمل delete اعدوا حالص مفيش رشكلة طيب حناعمل insert ومدحوا الو تاني teacher id حسيبه فاضي حسيبه فاضي طبعا كده حيبقى 1 لا حيبقى auto increment حيشوف احره value موجودة كام وحيزود طيب teacher name teacher name حسميها مثلا احمد علي والteacher class number مش حكتب في حاجة فهو عمله default طيب في teacher id احنا قلنا ايبقى حيحصل هيشوف احره واحد وزود عليه واحد لا انا عايز اسمع رؤيكم في الجوزئية دي انا حعمل gold اول بس وحعمل browse بالشكل ده وكده اضاف عندي فعلا teacher id بقى اثنين طيب انا عايز بقى اسمع رؤيكم وحافتح ال chat وعايز اسمع رؤيكم ال auto increment مع تاني اول احنا بحلنامج شوية جاب واقم اثنين دي منين انا عايز حد يشوح الكلام ده اللي عايز يطلع علمائك يشوح الكلام ده يتفضل فيش مشكلة حلصة انا عايز حد يقول دي بس جاب واقم اثنين دي منين ماكسمم 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 3 ماكسمم لقيه بزغط عايز لنا عرف وقم اثنين وقم ثلاثة بعد كده هيجوا منين ان زائد واحد العدل زائد واحد ماكسمم هو يعني عايز تقول سيد محمد عايز تقول اعلى قيمة من قيم ال ال d زود على الها واحد هن يعني هو increment بس هو بيجيبه الـ value دي ازاي last row plus 1 عدد الـ rule زائد الـ 1 row number plus 1 current id plus 1 to name هو بيعمل sequence الـ id ايوة بسيز محمد ابراهيم موضح شوية كما اسدقى السؤال محمد ابراهيم موضح شوية النقطة دي ان تقوم بتاعي انا احس ان الاول احد هتلا الى هيا المزبوط ان شاول الله تمام اه هنا اه هنا اا او هنا انا مشارف ان تقوم بتاعيش مساحس اه تماما ايه hi to property بس انا اقصد بيجيبها منين بيزاود الـ value ازاي اا هل بيجيب الـ value بتاع تقينه الـ ويزاود عليها واحد او العدد ويزاود عليها واحد او الماكس وعند سلطل ولا بيعمل ايه بالزغط بيجيب ازاي القناة لزيادة دي واسد فادي واسد هون طيب في حد عند رأي تاني سيد الحمار الراهيم عازك توضحه لو انت قلته شوية يعني ايه بيعمل سيكوانس الراي دي عشان انساء الله يكون هو الصح بس الواضح مظبوط يعني يعني ايه بيعمل سيكوانس الراي دي في حد عند رأي تاني طيب مش عارف اوضح ازاي سلوح الله يبطيب تمام مفيش هو شكل استاذ ايه بيعمل مظبوط يعني ده كلام جميل يعني هو فعلا حاجة زي كده بس احنا عزين بس نوضح الموضوع شوية تاني ايه ايه لو اعيدين مسألس makes اعيد إلى الاس اللي كتبت انه هو بيجيب عدد روز ويجمع عليه استر pseudosh مين اللي موافق على كده انا عايز يعني حوالك الوقت تكون موجودين معايا كده وانا هتخيل او هتصور حاجة معينة وعايز حد يقولي الكلام ده هيتهندل ازاي لو كانت الطوية انه هو يجيب العندد ويجمع عليها واحد مين موافق انه يتخل معايا في التجوية دي مين معايا ثمان جميل طيب الوقت انا عندي طيب الوقت انا عندي مدارس واحد في التابل اعايز بقى النصفة تفعل معايا عندي مدارس واحد عندي تابل في وضي وحضحه في اول مدارس الاد كده لا رأيته انكلمات حتباه الواليو بتاعته كان دا انا احد جميل جدا طيب الواقع جدا اقل الواقع جدا حذفت ثاني مدوا extremely great اللي ارائم Acts 2 habían قاموا مؤثر و دفت مدوا هرف Τانا و مق Bernadine سوف اتنموا مؤثر دفت مدرس جديد هو كيفني القانون يتجاوب معايد الوقت اللي بيقول عدد زائد واحد اللي بيقول عدد زائد واحد يبقى مفروض كده اساس الكلام لحيبقى ثلاث او العدد زائد واحد يقول حيبقى ثلاث وحيبقى اربعة لكن الصح انها يبقى اربعة ودول يحصل قريدي لان زي ما كان الناس كتير بيقول من شوية موضوع كيف حقلنا ان الكلم بى افسد من كده شوية هنقول انه هو اجباع فيه جزء كدة على جنب في التابل بيستور فيه بيحزن فيه اقع الحرقات وانكرمانت فاليو هو بسلاكين وبيبدا يزاور علاة اوتماتيكة لو انا جيت مسحت كل الروز الموجودة في التابل ولكن عندي مئة مدرس عندي عدد مية من المدرسين في التابل جيت عملت دليت على الروز دي كلها بعد اعملت دليت عدين كلهم جيت هضيف مدرس تاني هاي بقى اي دي بتاع مية واحد مدوش دور والكلام ده هو المزبوط وهو الصح كناحية يعني لاننا المدرس اللي دحولته باي دي ده انا ممكن اكون استعدمت الاي دي بتاعه فين في تيبل تاني كفرون كي ممكن يكون عندي تيبل تاني مثلا بتاعه انتحانات وبحك وهي ضربت كل مدرس مع انتحان فباجي في وقت الانتحان اكتب الاي دي بتاع المدرس فلو المدرس ده مسحته ودفت واحد تاني احد نفسه باي دي بتاعه يبقى كده الدنيا عنده انتحان كده الانتحان ده بدل ما بقى مرتبط بالمدرس اللي اتنسح لا بقى مرتبط بينين لمدرس جديد احد الغريجة تاعه طبعا الموقف زي ده لو حصل في data business بتاع البانك او بتاع حاجة زي كده هتبقى كواريس بتحصل لو واحد جاي في الحساب بتاعه ممكن الاي دي تنسحه يبقى مرتبط بالتابل تاني ماتنسحتش منه حاجة هتبقى مصارب بتحصل الحسابات هتقفوا بعض وحواتهم وبعد كريف فلازم الاي دي يبقى فاعلا يونيك حتى على اللي اتمسح متصورين مع الاي ده ازاي هو بيستور الوترون كامل الترازي والاحيار في مكان معين بيستور الكلام ده في مكان معين ويبدأ يزود عدل اوتوماتيك على اتوص فلو كان عندي الف مدرس في التابل مسحتهم كلهم وجهت اضيف مدرس ثاني هيضيفه بالواقم بتاعه كامل ألف واحد هيضيفه الواقم كامل ألف واحد بالزلط كده واضحت يا جماعة المقطة دي واضحت المقطة دي بسا كنت عايز نتكلم فيه عشان نفتح مراد شوية كلام كده عمل عضو على المشاكل ممكن تحصلوا كده تمام طيب واضح بساك 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 واضح بساك 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 مكتبين كValues في الconfig بتاع بيتشن يا ابن فهي قبلنا ما اكتبه في الconfig ان هي الوزع نامل باسورد root والباسورد فعديه فعلشان كده كل ما هتحول تدخل هيحول استخدامه واش هارف يتخل به فيا اما تحدي الاسورد بتاعتك فضله واكيد ده option روحش جدا يعني يا اما تدخل في الconfig وضعي المود بتاع الlogin تحليه ان هو يسألك على ال data في كل مارش تماما تماما ارسي ذهب انا استخدام الوزع في الconfig وصل يعني فيه config file بقى موجود طيب حممكن نبش المعرض الوزع 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 انا بس يعني حوالي لانتعام الانتعام واشان هو عدس والبلغة مش واضح شويه طيب هتحضر ايضا دي الحاجة بتاعتي اللي هنا وهي عندي هنا انا مش مشغل الكونفج ممكن الحاجة توقفه بعض عرفك انا عايز ممكن توقف الكونفج خالص وتجرب ممكن مش فيها تتحلي بصغف الكونفج عموما المفروض هيبقى فيه ايه اه حاجة في الوز انتكيشن تايب هنا في الوز انتكيشن تايب الوز انتكيشن تايب عند حاجة اكيد هتلاقي حاجة تانية غير مزول مش انه حاجة تكون كوكي ابدأ انا مش حركة الوز التانية اسمعي ايه بصراحة انه هو بيبقى ستعتك بها بصراحة اكيد عن حاجة ايه حاجة تانية فممكن حاجة تبقى بصنباطي نوجع مع بعض تاني ونكمل وصلنا لوقت دلوقت ان احنا عملنا الـ data وقربنا الـ auto increment ودحضت معنا بش حاجة طبيعي جدا دلوقت انا ممكن اجي اعمل على ايه روم نوروز دي فحيتلاعلي بالشكل القدامي هيتلاعلي الـ values الموجود عندي ايه وبقدر ان اعب عليها بسلا بدلا ما كان الـ class هنا اثنين او الـ data وgo فبدلا ان هو يعدله فعلا وبقى هو الـ class number بتاعي 3 طيب اعضر ان انا carry table تاني او اعضر ا carry table تاني من هنا ومفيش مشكلة او بصراحة شكرا ممكن نرجع يعني ان themselves انا اتمنى انا كده ber Yi هيتلاع revealing الوання تب Obviously متوقف انا نحن دا من نحwoman الواجئة nouveكتلا سواجتنا وحب اتدعاف مكتون اختان كل الواجئة من نحوة الـ total بكل بساطة انا باكتب statements وانا بعمل بها query فهي في النهاية تبقى SQL statement query language بكل بساطة انا ببدأ اكتب ال statements اللي عندي شوية جمل وبكلم بيها ال MySQL Server بتاعي بقول له طلعلي حاجة كاريت حاجة بلت حاجة update حاجة insert حاجة كيف يقول فهي language لذيذة جدا وسهلة جدا نحن هبدأ نتعرف على حاجات بسيطة اوي فيها النهاردة طبعا الكريز اللي احنا هنتعرف عليها دي هي نفسها اللي بعد كده هنستقدمها في ال PHP لكن بطرق تانية محترفة وحنتعرف على حاجة تانية اسمها ORM Object relational mapping كان نكون هتعرف علي ان شاء الله فيها ما بعد او في المحاضرة الجاية يعني لكن دي وقتي لغاية النهاردة بس هنبدأ نعمل ايه هنتكلم على شوية operations أساسية هتشوفها بالسيكل بالطبع لذا مش هنتكلم على كلهم كبان هنتكلم على عشرة حاجات بسيطة منهم يعني النهاردة بكل بسيطة ان شاء الله مش هنتكلم على عوضاء ال querroid بتاع ال data base ولا ال querroid بتاع ال table ولا ال querroid بتاع ال index ولا الروض بتاع ال table حتى احنا هنتكلم بس عن the form of operations اللي هو محتوى insert into ال update and delete from and select اللي هي العمليات اللي على data العمليات اللي قام بعملها على data اللي موجودة جدا table دي اللي احنا هنبص عليها النهاردة كده بشكل سريع في الوقت اللي فضل لنا ومن المرة الجاية هنبدأ بقى نتكلم بشكل مفصة واكتر ومرتبط اكتر بالPHP على بقية الحاجات دي بس تقدمها ازاي من جوة PHP نفسها بابدا ازاي عمل كوهي على كان من جوة PHP حنبدأ نتعرف على شوية حاجات advanced اوي في الميسيكل ان شاء الله مش advanced اوي اوي يعني بس يعني حاجات جميلة هكفلنا اوي ان شاء الله هنتعرف على هذه المرة الجاية تعالوا نبدأ نتكلم على insert والupdate والdate والselect دي العمليات اللي تتعمل على ال data اللي احنا كنا بندحلها من شوية طيب سيزمينا بيقول can i link between php and an oracle database او اكيد سيزمينا ممكن تكونكت عادي على oracle database من php php عندها library كتير بتسمح لنتتعامل مع اكتر من database engine بدون اي مشاكل او اي دوقتي في اي مشكلة في ال concepts نفسها الكلمة فيها concepts نفسها تاعت ال data base و تاعت tables و ال fields و ال data type تاعت كل field في اي مشكلة في الكلام ده كمبادئ عامة قبل ما نبدأ ان تعرف على ال SQL نشوف ازاي نكتب ال statements و نبدأ ان ننفذها ازاي احنا انهو ده مش هنطلع بها php admin هنبدأ تعملين جوال php admin مش اكتب من كده لكن ان شاء الله من اول امار الجاية هنبدأ في ال php هنبدأ بان اكتب قود php يعمل ان شاء الله السيدة باهيم بيقول can you give me your course or php and my SQL هو ال course موجود دوسر ازاي معلوم منتده بتسجل كله فيديو صوته 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 سيدة نور الدين هي شيمي بيقول what's utp 8 utf 8 اعظم utf 8 اعظم اعني كنا اتكرمنا عليه حتى ما الفاتت و حتا اكم فاكريني انا اقول لا ابله طيبا الي فاتت لكم كنت ايجا محضر الفاتت هو شكل عام including the data الموجودة اللي بتتحزن بيو بعد ان لقواها به فلازم بقول ان كنت بتاع اي utf 8 و windows 1 و 5 6 كان لكو فاكريني اعظم اللينكات على المنتده في الموضوع بتاع المحضرات في الموضوع بتاع المحضرات في الموضوع بتاع المحضرات بتسجدها طيب بعد ازمكم انا حقفل ال chat شوية او صوت زيادوة كتبت اللينك او بتاع المنتده يعني شكرا لها فحلاجك هتلاقي هناك الكلم كل طيب حقفل ال chat شوية بس نشوف مع بعض كده لسيكوال ان كين تودكشن عنها و ان شاء الله عند المرة الجاي هنبدأ بقى ان نتعامل معها بقوة شوية و بدأ تقل على ال BHP نعمل ال queries منه منه و كلم دا كل طيب تعمل بقى مرة كده بشروعة على ال BHP admin تاني و هنلاقي عندنا tab focus موسيكل جميل جدا هنبدأ ان ننفذ منه ال queries بتاعتنا SQL جناعة كل بساطة احتصال statement query language language بعمل بقى queries عن طريق جمل معينة عن طريق statements معينة بكتبها طيب ايه ال statements اللي بدأ كتاب بدأ اكلم ال database اللي موجود عندي ال database engine اللي موجود عندي والله ايكاتب هنا في ال operations زي ما قلنا ان انا عندي operations كتيفة بقدر في حاجتين ناسيين عندي حاجات عن database و حاجات على ال table على ال database بقدر اكاري ال database بشكل عام طيب على ال table بقدر اكاري ال table بقدر اكاري ال index على ال table زي ما عملنا من شوية موضوع ال index ال primary او ال index slide او ال unique كدام بكل بقدر ا drop table يعني امسح ال table ده بقدر insert into table معين يعني اضحه ال row من data جرة table معين بقدر ا update اعدل رو من ال data موجود جرة table طبعا مش لازم رو واحد ممكن ابقى اكتر من رو ممكن ابقى ادلت front table ابقى ادلت من رو او مجموعة من روز باوته ممكن ا select رو او مجموعة من روز من table طيب اذا اقوم انشوف الكلام ده بشكل عملي اقدر اعماله ازاي في ال SQL اول حاجة هنوحده 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 select select بكل بساطة اعمر او ال command انا ببدأ الكتبه عندي statement ببدأ جملة في ال statement في ال SQL عندي select يعني طلع لي حاجة طلع لي شوية data طلع لي شوية data طلع لي شوية روز من عندك طيب select انا بكتب وهي او الشكل بتاع هي select اول حاجة بكتبه هوا طبعا دعم ال space وبعنى كل كلمة والتانية في الجنل بتاعتي ما بحيو الا ايه بسوار اه اعد موطر في الستاتمنت بتاعتي وبعنى كل كلمة و التانية في الجنل بعمل اسبيس طايم حسيلكت ايه اول حاجة بكتبه بعد سيلكت الفلدات الان عزف الله ايه الفلدات انت استبوها هذه اقصد الفلدات مشيطان عملنا تيبو اسمه teachers و عملنا جروة شرائت في اللات الي هي teacher id وteacher name وteacher class number فهي حدد هنا الفلات اللي انا عايزها والله مثلا انا عايز اطلع تيتشر ادي يبقى select teacher id طيب واحدة واحدة بس ايه موضوع capital والسمول ده الاول ليه كتبت select capital والله الموضوع اللي معه مش هيفير في حاجة ممكن تكتب كله small مفيش مشكلة في كده لكن انا يعني حاجة متعارفة عليك standard انا بكتب جمل نفسها كلمات الاساسية في جمل بكتبها capital لانشان تقوم مميزة قدامي وهو ده الstandard زي مفوضني مش عليها والدعي بكتب اسموك فهي حدد select teacher id يبقى كده هطلع ال values او الروز اللي عندي هطلع ال values بتاعت فيه الوحد بس من ال table اللي هو teacher id طب او هايز اطلع بتاعت كله الفلات لو هايز اطلع بتاعت كله الفلات حكتب teacher id و teacher name ايه اللي انا بعمله ده يبقى ده كما separated values زي ما انا نتعدين عليها البعطول كونارو سبيس او كونارو سبيس او كونارو سبيس ده الstandard teacher id teacher name teacher class number طب لو انا عندي عشوين فلد او هايز اكتب العشوين فلد او همسح كل الفلات اللي اكتبتها وبلغهم هروح كاتب ايه star او asterick هاكتب ال asterick بالشكل ده فبكل بساطة ده هيسلكت كل الفلدات يبقى اما اكتب فلد معين او فلدين معينين او اكتب الفلدات كلها او في حالة الفلدات كلها بدلا ما اكتبهم كلهم هاكتب asterick بس هيماتش كل الفلد سي ما قلها بعد الفلدات بكتب ايه في select بعد الفلدات بكتب كلمة from ايه from ده هايجي بعدها ما طول ايه لو احنا بنتكلم انجليش و بعدها بكتب ايه بقولك سلكت كذا يبقى from the table يبقى from the table name from اسم table طب ايه التابل اللي انا هتعمل معين دلوقتي التابل اللي انا كنتم شوية teachers يبقى هسلكت كل الفلد من 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 التابل المنظر ده كده انا كتبت جنلة مفيدة مش ديه كده جنلة مفيدة يعني انا لو وجهت اي حد منكم من دلوقتي من حدقاتكم من جنلة دي هيفهمني يا لوقتي هيفهم ما انا عايزي هيفهم ما انا عايزي طلع الفلدات كلها من التيتشور من التابل بتاع teachers من التابل بتاع teachers بعد محلصوا الجنلة بتاعتي والله زي ما اتطررنا في ال php ان انا بحط سمي كولن مو ممكن ما احطش السمي كولن بس لو حكتك كذا جنلة وعبعض يبقى لغة نفصل مرين كل جنلة جنلة بس بكم طب ايه بقى select from teachers هيتطلع لي الroze كلها اللي جوه التابل بتاع teachers وهيتطلع لي الroze كلها لان انا عملت له asteric طب ايه انا عزي طلع روه معين يبقى حد احط شوية conditions معي فين الconditions اللي مش هكتبها دلوقتي معلش حول مرس نشوف الواضع simple وبعد كده بعد ما ننفذ الامر ده ان شاء الله هنشوف الconditions بتكتب ازاي مش هنتعمق فيها ايه نوع ده هنشوف بس بتكتب ازاي مش اكتر يبقى كده select asteric from teachers هيتطلع لي كل الroze كل الفيلد بتاعتي الroze كلها هعمل اللي جوه فعلا عمل الكوري و هيتطلع لي الroesult ما هو هعمل select asteric from teachers i dont she goes تطلع لغا قراءة والقناع كل تemeمن bottoms هيتطلعYeah هيتطلع لم Knows المثال اشتركوا في القناة 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 and in teacher id اكبر من الواحد نسانيا وحوحا ففعلا احمد الله لي نفس الحاجة هتتعلم كده على مين على الفلدين عشان يقوليه الاثنين دول كان هما في الكنديشنز بتاعتك طب لو الكنديشن بتاع على characters ومش على الكم يعني هتطلع teacher name اللي اسمه احمد علي هتطلع room بتاع teacher اللي name بتاعه احمد علي المترجم خاطئ وحذي احدد الاخصر وحذي احط المين من المبينة دول الخاصolor هو هتطلع ميد سيكبر النمج من المرة في الاتطالة كان اسمه ايه محمد اه 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 لبدا墜 живة رماد بدا بدا على ouvان اصابات واني محمد احمد وعلم دي عليه ويتشرك الاسم طيب لو تلاحظوا من شوية اللي حصل انا انسيت كلمة احمد انا فاكر محمد اسم مش فاكر الباقي يعني الكلام ده بيبقى اسمه اي بي واسمه سيروش لو انا عايز اعمل سيروش عندي كأنه زي سيروش الانجين عايز ادور بكيوهود اسم معينة انا مش فاكر الاسم كله انا فاكر بس انه كان بيبدأ بمحمد هعمل الكلام ده ازاي ما عارش مش هنطلو فيه كتيرو دلوقتي عشان ما يتوقبتش لكن هاوله لكم كده بسرعة ان احنا بدلا ما نعمل هنا اكبر هنستخدم كلمة تانية اسمها like ان هو هيش به كذا ومسلا انا فاكر محمد بس فا هعمل كده وحط هنا علامة العلامة البرسنتج دي عشان اقول محمد وراها اي حاجة تانية مفيش روش كده او محمد space وراها اي حاجة تانية فا هعمل كده واحمد الله علي فاكر احمد احمد طيب احمد علي حكتم هنا احمد يبقى like احمد احمد علي انا مش ركي الاسم التانية ايه بس كتبت بالمنزر بعد عشان بس يطلعه طيب احنا كده تعرفنا شوية على ان انا بقرر اطلع بيهنا data وعرفنا ان احنا ازاي نطلع في data معينة من data وعرفنا ازاي بحدد اسم التيبو اللي انا هتعمل معاه هنا وبحط زاي conditions عندي زي where teacher name be equal طيب يعني لو شنا وبدأنا نقول حاجة تانية نقول موضوع الترديد انا دلوقتي عايز اردت بال data بطلعة select asterisk ازاي اتفقنا ان هي بتعمل ايه بتطلع ال data كلها الموجودة عندي طيب انا عندي مثلا موضوع الترديد دلوقتي مترتب عن طريقه اتفقنا ان ال data بتطلع ال data بطاعتها حتشوف ال index عشان تستعلمه في الترتيب طيب كلم ده بشكل اساسي وتستعلمه في الترتيب طيب طيب تتشاري دلوقتي الترتيب فيها شكل ايه تسعودي ولا تنازلي ده بدأ من الصغير الكبير بدأ من الصغير يعني من ايه تسعودي يعني بيبدأ من الصغير وبيصعد بيطلع الكبير التنازلي بيبدأ من الكبير وبينزل الصغير لغاية نفس ال تسعودي هنا ببدأ من الصغير وبصعد السلم بكطلع الكبير فقلت واحد وبعدين اثنين الريد جد بكل درساطر وشفت كلام لا شكل ايه عندي او كيف بعمله في ال secret رقيق وهي سهل جدا بقي حاجة عندي اسمها ايه يجب عليه خاشة الاسم مجرد حجسة الاسم هقف بواسطة ومنى لتطريقة عينة هم وصل بطريقة عينة وبواسطة المعينة خطير العليم بقية الاسم بواسطة المعينة بواسطة لتناول موضوع حسنا سوف تطوئ سوف تطوئ وسوف نضغط لت guy وبعد ذلك سأكتب بطوية سأكتب بطوية asc asc or asc هنا التنازلي اللي هو يبدأ بالكبير وينزل بالسعود اللي هو التصعدي اللي هو يبدأ من السعود ويطلع بالكبير طيب لو كنا نقول هنا هو هنا يعتبر الترتيب ايه؟ التصعدي من السعود والكبير طيب حلنا نعمل ايه؟ التنازلي يعني يبدأ باكبر value وبعدين ينزل اللي قد ما يوصل وهي اقل value مقبود عندي ده كده الترتيب بتاعتب هنبقيه فعلا نجع على مين؟ على التيتشير ايدي اهو وهنعمل لي جنبيه حتى كده لو تنحظوا ساهم زغر من قوي بيقول لي في ايه؟ لو اقفت عليه؟ بيقول لي ده كده بترتب ده نازليا فجاب الاول اكبر value موجودة في روز اللي هي اتنان وبعدين فضل ينزل اللي قد ما وصل لها اقل value انا قصد عندي اتنين ورس فعمل اتنين وبعدين واحد وقتبه ليه؟ طبعا قد تبقيته وققوا كله معاه قبل الوقوع اللي هو الايدي بتاع اتنين يعني احمد علي يعني كلاس نمبر عشره طيب تيتشير ايدي واحد يعني محمد احمد يعني كلاس نمبر ثلاث طيب ده كده اقود يا باي تيتشير ايدي لا هعمله كمان ascending نجربها حيرجع تاني زي ما كان الاول حيجل لي الاول السرية وبعدين الكبير اللي هو التصالي السرية واحد وبعدين الكبير اتنين والسرية ما هو ده عاكسه علشان يبين لي ولو وقفت عليه على ايه بيقول ascending يعني كده بتوعي تبقى ascending دي كده الorder باي طيب حاجة كمان هنتعرف على ايه في select عشان نبقى نعطيبه يعني حلصنا الاسياد فاعتها النهاردة وارف وارفنا كمان الorder باي فضلونا حاجتين كمان هنعرفهم ان شاء الله ايه الحاجات التالتة اللي هنكمل فيها دولات هنتكلم عن عضوها المت هتقصد بايه المت يعني الحدود كل هذا بنشوفها جميعا لما نجي نعمل search في جوجل بنشوف ايه بنشوف عضوها الصفحات بيبع عندي كذا بيجي موجودة ونبقى عن search الطبيعة ده لقى عندي بيجيز موجودة تحت كذا بيجي وكل بيجي ليه راقم الصفحة الاولة والتانية والتالتة ورابعة والحمسة والعشرة من البحث ولما دخل في كل واحدة بيتبعلي مجموعة من الداتا معينة فيها الكلام ده بيتعمل عن طريق حاجة اسمها limit في الstatement الlimit يعني بحدد له range معين يجبلي الداتا فيه يعني عايز مثلا اول 10 ورز موجودة عايز اجيب اخر 10 مواضيع في المنتدى حاجة مشهورة جدا موجودة في المنتدى بتيجي ازاي عن طريق الlimit ان انا بجيب اخر 10 موجودين عندي الحاجة الوضع اللي احنا نتكابل عليها حاجة الوضع حديننا اخوة عشرة دي تتعمل ازاي بالظبط احنا نتكابل لسه شغال معينة طيب احنا نمدي بس الوضع اشتبقي كمان طيب تعالوا نشوف مع الواحدة الlimit تتعمل ازاي ازاي بنحط ده متل الموضوع وده هعمل كده ضبط وبعدين هحدد له حاجتين هحدد له حاجة اسمها offset ال offset بتاعي وهحدد له حاجة اسمها اللي احنا ننقل ال item's bear time يعني ايه الحاجتين دول أو ايه مقصود بهم مشكلة طيب اللي ادي مثال ونشره حالي انا هقول له المت كام سيف وواحد يعني طلعني رو واحد بس سيف وواحد يعني طلع لي رو واحد بس هشوف كده ايه يحصل فعلا طلع لي رو واحد بس ما طلع ليش التاني ان لو بعملش ولا غير ووضع عن اي حاجة انا بس بقول له المت 0 طب ايه 0,1 يعني ايه المقصود هنا بقى فين الافست وفين الائتم بيرج وكلام ده الافست هنا هى 0 والايتم 0 بيرج هنا هي الان طب يعني اذا افست وان ايه ايه ها اقول الائتم 0 بيرج ايتم 0 بيرج عدد الروز اللي انا عايز اشوفها اقديمي بحت الصحور كده ايتم 0 بيرج انا عايز اقول له كان موز ماكسمم مهم اقول كلمة ماكسمم هنا عدد الماكسمم موز اللي انا عايز اشوفهه اقديمي يعني ممكن يكون واقل او ممكن لو ما كانش في قيارة كفائية انا قدت له zero هنا عشرة لو الائتم 0 بيعان حو demi عشرة وانا عندي اصلا اثنين بس فهيتطبع لي ايه هيتطبع لي الاتنين اللي عندي بس هيجيب التمالية اللي بقين من اين فيبقى العشرة دي الماكسمم انا عزيشوفهم الثاني بشيبه هيتطبع الافست ده عدد اللي هيعديهم قبل ما يبدأ يطبع للداتا واحدة اي احدة تاني نجد الجملة دي ونكتبها عبعدة حتى على الويد بود عشان مهم نفهم ان شاء الله ما تفوتش ابنه تعالوا مع بعض كده نقول هنا ايه هنقول لانا عندي الوقت الافست والايتمز بير بيج الايتمز و بيج هقول نمبر وفروز او مشو نمبر هنقول ماكسمم نمبر وفروز توقيت الافست 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 كان او ايه الافست اللي موجود عندي معنائي الافست ده نمبر او ايتمز بير بيج تو سكيب بيفور ستارتنج او بيفور ستارت ماالش انا احشار قليل او الشات وعايز اشوف او حد مشروع من كلام ده معنائي لذلك ان او قلت الافست زوية بيجي عشرة باكنا اعايز ماكسمم اشوف قدامي عشرة روز انا اي مش اسكيب ولا 10 قبل ما ابدأ اطلع 10 الواحد الايب انا قبل ما ابدأ اطلع 10 الى الاول انا ادت 10 الى الاول الوقت 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 الوفيس البتاع 10 او الوفيس البتاع مثلا 8 يبقى انا هسكيب 8 عشرات يعني 80 وبعد كده ادى من بعضهم اطلع ادت حد فاهم يا جماعة حد فاهم انا اقصوا دي بالكلام ده اذا اتوسع للنقطة دي لحد تمام طيب الحمد لله جميل لك الحمد لله في حد مش فهم النقطة دي في حد مش وصله لنقطة الوفيسة في حد النقطة دي مش وصله له او فيها مشكله دا كده بساطة جديدة جدا مورد للمت بكل بساطة دا مورد للمت بس ازاي اقول عايز احل عشر و الوفيسة احل عشر و هنقولها في النقطة الربعة مش احنا وستاذ الهيب قلنا عندنا اربع نقط قلنا الرف وقلنا الورد وباري وقلنا اللمت لسه في حاجة اعادها كمان هنقولها هي اللي هتوضح لنا ازاي نعمل حتة احل عشر و الوفيسة بس الآن دي الوقت او استاذ الهيب حدقك تعرف تجيب ايه عشرة اوه تقدر تطور عشرة اوه صح بعد اقول لك طبعا عشرة اوه من التبوي فيه الف اوه تقدر تجيب دول عشرة مفيش مشكلة بلس عارفنا كده الامت مفيش مشكلة بس اذا احنجيب احر وعشرة حنوزت شعر مستاذ مصطفى جايد بنقول ايه لازمتها ايه يعني هي لازمتها زينا نقول يعني احنا بنجيب عدد معين من الوز بنعمل عليه سلاك نقبل ان المتلوز التالتنا انها تطلع لنا بالعدد ده وبالوفس الده يعني هنسكيب عدد معين قبل ما نوصل الوز بحدق انطبع دي فايداتها بشكل عام طيب تعالوا نشوف بقى النقطة الوضع العينة في المعضوه ده هي ايه النقطة الوضع هي مش حاجة جديدة النقطة الوضع هي ان انا اقدر في ادمج ما بين التلت نقطة الاوينين اللي احنا قلناهم مع بعض في جملة واحدة ازاي يعني اقدر اقول select from teachers وحط شوية short order by وحط ترتيب معين limit وحط اللمتس بتاعتي وانا هناخد اتنين بس مع بعض وده نقطة احو وعشوة اللي احكوا عن الكلام من شوية تعالوا مجواد نبني ما بين حاكتين بس عشان نطلع احو وعشو ودود او احو وعشو معضية هنبني ما بين ايه حد يجب معين على الشات ايه الحاكتين وحنحتاج نبني بينهم ده وقت عشان نطلع النقطة بك الاستاذ هيب ساعة لها احو وعشو ودود او احو وعشو ودود او او موجودين عندي هندمج ما بين حاكتين من التعاد حاجات اللي قلناهم في الاول ايه هم limit والorder بالزبط كده هندمج ما بين limit وهندمج بين limit والorder هنمتب ترتيب ايه حد يجب معي هيبقى الorder بتاعه هنا ايه ascending ولا descending الorder هنا هيبقى ascending ولا descending زي ما استاذ امان قالت بالزبط كده حيبقى الترتيب بتاعه تنازلي descending طيب ولمت المت بتاعه عشان ايجيب احو وعشو عشان ايجيب احو وعشو وموجودين وانا عمل الترتيب بتاع descending يبقى المتب حكت فيه زيو دا الافست كلام جميل جدا زي ما استاذ حنتشارين قال بالزبط كده يبقى الافست بتاعه هيبقى زيو مش عايزة اسكيب ولا رو اصلا موجود عندي والايتم زيو البيجي حيبقى عشو طيب طيب نعمل الكريدة كده نشوف موجود عندي يبقى انا كده فعلا ارتبت ارتب ايه تنازولي من الكبير السهولة عشان اجيب احر و عشرة موجودين عندي طبعا انا ارتبها ممكن ارتب ال id وممكن ارتب لو فيه فلد تاني احنا نساكن ناشا عايد الوقتي الودي بقى date time او وقت عندي او time stamp ممكن ارتب بيه بعض الوقتين لكن عموما ان هنا ارتب ال id اردع بقى teacher id descending تنازولي limit من 0 و 10 طبعا عايز اجيب ايه حر و بس يبقى ارتب تنازولي وهعمل limit 01 بالشكل ده هروح مطلع لي ايه اخر واضح والعندي لو كان teacher id 2 teacher name كان احمد عليه و teacher class number كان 10 بالشكل اللي احنا عرفنا ان احنا ممكن ندمج في ال select ما بين ثالث حاجات اللي اما ال conditions وال order وال limit فانا هنا في الاول كان ممكن اعمل wave ايه وهي مثلا teacher name like احمد واي حاجة اخرى يبقى انا هطلع على teacher name اللي هو شبه احمد واي character بعد احمد و اردع بقى teacher id descending limit 01 احنا اطلع لي ايه احنا اطلع لي احمد عليه واحد بس والكرام ده كل موجود فيه طبعا عايز اطلع على الحاجات اللي فيها character e بقى اي حاجة ايه اي حاجة بشكل ده في like في بقى عندي كلا احطلع الحاجة اللي فيها character e بس وهي اوضع by teacher id descending 01 هو احمد بس اللي عندي فيه ايه اللي اطلع فيه character type اطلعنا بlimit 01 فلن ادعو عملت limit 2 حيطلع لي محمد كمان لان هو في الكاركتر دي فكنا اطلعت اي حر و اتنين موجودين عندي بنفس الاسلوب تمام لو قلت هنا انا عندي ده عشرة زي ما قلنا قادة بيبقى الماكسميم يعني هنا مش هيكيلي تمام يا كمان انا عندي اتنين ويبس في التيبلس اصلا فما طلع ليش حاجة زي بقص هو اللينت هنا لقى عشرة من سفة العشرة الافسط سفة وهنا عشرة لكن ما طلع ليش حاجة اطلع لتنا الافسطون paintings يبقى كما يفروض حسكيب كم حسكيب كم هو عندي يبقى كادة محمد تتكلم كم طلع لوا قائلة اان بماج contag مان الله هش الحارث thele مش اكتب عن كده. دي كل الفكرة اللي هنحن نتكلم عليها. يعني يا ريت يكون عدوه السلكت يكون بعدها هنشاء الله ان شاء الله ما الجايه هنبدأ لحنا نكمل على الموضوع ده. دي كل الموضوع اللي فيها كاركتر ايه. لان انا عندي علامة البرسنتج دي بتماتش ايه كاركتر. زي ما كنا من الكلام في رجل البرسنتج على الدوتس. علامة البرسنتج بتماتش ايه كاركتر. فكل بساطة حيماتش ايه كاركتر وايه كاركتر بس يكون فيهم ايه. ايه كاركتر ايه كاركتر ايه كاركتر ايه. ايه كده حاجة مش عملية تماما. بس نحضر امثالة فطولية مش اكتب عن كده. طيب. في ايه مشكلة يا جماعة فلنحن قلنا بحيط تلقتي. احنا نتعرفنا مرضى على الاتابيز بشكل عام. نتعرفنا على التول اللي هننتعرف بيها عن الاتابيز الاتبيتش. ادمن تعرفنا عشاءة اوبريشان تأثية. نتعرفنا على موضوع السيكويل. ام استاذ راحة تشغل الاتابيز حرقة مش هتستقدمه بشكل مباشر. ايه الاتابيزه بيه تستقدمه. يعني احرقة مش حرقة فيه استقدام اساسي تذهب تستقدم الاتابيز بيه. ايه الاتابيزه بيه تستفد به. يعني بشكل وسط جدا لما جدنا احنا نطلع نعمل select من شوية لما عملنا select على ال data الموجودة بدون اي شروط وبدون اي order وبدون اي limit وبدون اي حاجة وقرصة وبدون where وبدون اي حاجة وقرصة لما نسدنا كل ده هي ترعت ال data ازاي هي انها جابت بينها ال data ازاي؟ جابتها مترتبة طب الترتب ده ارتبتها رس ايه ولا عمل ايه؟ فهو فيه index عنده فيه فهرس ارتبت بيه فيه فهرس عندها بترعت تطلع بال data بعد كده اسطلع المدة فهي تصولونه فيه فيه استطلاعات اكتر ما فيش مشكل ح Economics انا بكتبه Sinister جاست ال mosquitoes ممكن عادة بناميك سيكل ريك بني و الفنife أطين أنبت كثيرا الابتكابت الأمرRunner معددش أنم ISvost 14 هل حين يقوم برسلاحieza الإبطات في الأسئلة pemuli لا ..كس ينستفل انسايت لايك بسيد محمد عافر كس ينستفل انسايت لايك جلسة مية وطمتاشر ايه معنى السؤال بالذلط سيد ايه بحمدي و الكونفجرشن لسه و الكونفجرشن ديتيلز لا باكن الحاجات اللي حدود كتبها له كده مفرش فانو موضوع الوزا نام والباسفورد اه في حاجة اللي انا وقيتها فاقق من شوية على الترمين اللي عندي اه لحظة واحدة كده اجابة تاني اه اه ام اللي اوز انتكيشن تاكد اوز انتكيشن تاكد اه اوز انتكيشن تاكد هم بحلقة ايه هنا وحلقة كاتب الوزا للباسفورد في الكونفورد لقيت هم تحلقها كوكي عشان يطلب منك الوزا للباسفورد ودحول لباسفورد ودحول لباسفورد ممكن بس ديشيل ودحول لها كوكي بشكل مكان طميم طميم في اي سؤال تاني جماع في اي سؤال في الكلام ده او في اي حاجة مشغلات حلقة الدولات في الوزا احنا ان شاء الله من المهات الجاية هنبدأ هنتكلم هنتكلم هنا هنهض على السيليكت هنتكلم ماهات الجاية ان شاء الله على العدواء الانسرط والقديه والديليت بقيت الوطريشن بالفروق ده اللي بتاعت التابل والباتابيز هنتعود لهم بسرعة كده مش هنصتدقهم كثير نحن نتكلم على ثلاثة اوبيشن تانيين لما الانسلت وقضيت ودليت وحنا نتكلم على الكلام ده من البي اتش بي حيتعمد ازاي احنا نرادة كنا بنعمله من البي اتش بي حنا ننفذ الكلام ده بس من جورة البي اتش بي يعني ان شاء الله في البي اتش بي حنبدأ نتعرف ازاي نعمل كونكشن بالماسك ومن جورة البي اتش بي وحنبدأ نكمل الكلام دي كلها بدلا ننجربها من البي اتش بي اترى هنجربها من البي اتش بي داريكت ونشوف البي اسوب ت corrected لتعطاها تط老ان ازاي ونقدر نهندل البي اسوب تانيد سي اعشان نبدأ نعمل يعني دي اناك لي متعرفة کلما الكلمة إن شاء الله رب انا كيف يمكن ان ممكن استوعاؤل ايس بي اتش بي مع بي اتش بي ق單 admit اي قد اي اتش باللاح کا تكون بعيدا اذا كان شاء الله مات tylko اعطالي شماعة قبل كده من عزيزة سبحان يعني وحليك سألت بالإجرش وعليك سألت بالفرنساوي فأنا يعني في كم حد معنا جراف الكورس هنا بيتكلم بفرنساوي يعني يعني هي الأم في كم حد هنا بيتكلم بفرنساوي يعني أستاذ أعد الحميد أستاذ أعد الحميد أستاذ أعد الحميد يعني إنه يحبك في الأرض يعني يعني أبناك أستاذ يوسف يعني أستاذ نور الدين أم تمام طيب نعم ببنى الكنكما مرر أهلاً بحضرتكم بقسوركم طيب صحنا أنا بتفاجأ عندي الغابة يعني بشوف الوف عدي عادي و إنجليش فنوس ولا لا يفعل صو فنوس فهذا كده طبعا قميد جدا طيب ما تستعلم بي ايتي بي اي اسي مع بي اي اي اذا ما هي ادمين والله استاذ لودي ميد وانا مش متابع اوي او بي اتش بي ايز الاسم مش عارض عليا يعني انا اعظم ان انا جوابت او ايش تقلت بي كده بس فعلا بجد بمعنى الكلمة يعني انا حاليا في اللحظة لي مش فاكرة تماما هو ايجا فهياتي حوالي بس تفكر انا او تدين لينك واشوف ان شونت احاول الوصلاح ان شاء الله هزود الوقت شوية طيب اه اول سوالي بالاول حلقة بتعجم طيب 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 بالخعد سوالي بالفعل السو不用 نفس him ممكن استعمل الـ A معه ما أنا مش عارف أدنين أنا مش عارف موضوع BHP إزلان يعني أسعني تعالت معه بكالر بس مش فكر بصرح الله بس أنا فكر أنه تعالت معه بكالر طيب في الـ A ثانية يا برع وعيدة اللي سألت فعل مش فضح لأتحال بعدها شوية بس واصعي Can use with BHP ما أدمن ممكن استعمل مجدد بسبب مجدد صغير بسبب مجدد وهناك مجدد وحضر بشكل يقول وإنها نحتاج خلال كان يقوم بشكل في منطقة السريكة المجدد بسبب مجدد يقول يملك الوقت مع الماسيكو الأسوري ويقللل على انفس كوير عليها زي اللي احنا حنبدأ بناء هذه المحتلة هناك كل tooleria تانية زي اسطح بالنسبة لي انخلط لتول كأنه هناك كلام جوائب أنا فعلا جوابتها نساس كده اي انا اتباع فاكرة خدمة ويضعها في مينو كده اضع ويرى 30 ويضعها اgex اسطح بالنسبة لي اشغالها اجكس انا 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 عزق به لو هي يبقى هي الفيد من يا الانرة من جسم 18 بينامجي مستعلم اي بينامج بالزبط اي بينامج بالزبط لو الاي دي اي فانا بستعلم جيني و بستعلم ند بياز لو البينامجي بحكم تشعرنا علي بي اتشمي ادمن ندريب ابل كيش انا عدو خالص بيتخلي مع تحكم فلده تريزي بينامجي تاني طيب في اي حاجة مش خطها جناه في الكلام اللي فاته في اي حد عايزي انتناقشوا اي موضوع في المحاضرات النهادة او في اي جز ان الاجزاء اللي فاتت كبع عادة في احوالي كلهم موضوع قبض النعانة في اي حاجة عايزين نعملها وستاذي هتحمدي مزبوط وستاذي كانشان طيب حيساري كوكي بالزبط كم لينك اوف بي جي ايهو بي جي بالزبط بي جي اختصار بستجري سكوال موضوع ان بي بعد سؤالي انا كتوسل بستجري سكوال موضوع نش ان سواه البروغرام او البيتفينيي ادمن يعني البيتفيني ادمن دوتنات النهد انتظر هنا بياتفيني ادمن دوتنات انا حكتبه دلوقتي السيد محمد علي ما هو الضمارح الكثيف هي بدايتها انها كانت open source project كان فيها مجموعة من الديفلوبر الزايمين عليها وفيه كوميون تباسع بيطور فيها كان فيه شركة وانا بتطورها مش هتذكر اسمها دلوقتي ايه عندها كان المضوع كل open source open source project وزي حاجات كدير جدا وهي مجموعة ويعني بقت هي المسلطرة عليها يعني وفيه معرف كتير بلقة انها تظهر من انها تتقفل السورس بتاعي تقفل مش هي نفسها تتقفل انها تبقى close to source بتبقى open source طبعا لوحصت حاجة زي كده تبقى مشكلة جمدة ان التطريب بتاعها يبقى بطيق التطريب بتاعها يبقى مش قريم ما فيش ويتشار زي كتير وحنشوفها زي ما بيحصل دلوقتي ماسكوا على فكرة ما حاجة كبير جدا وفيها يعني كمية فيتشار زوغيبة هي دلوقتي تبقى اوية كده دلوقتي تبقى اوية كده سميني حتى نشوف اللينك كده نحظه احده اه بزبطة دلوقتي دلوقتي اوية كده على اللينك كده مبادر حنشوف ان دلوقتي اوية كوي يعني حتى ناسي كلها كبودكت من دون البرودكت سمتعتها معا اينا مجرد ان ايشتريتها مش ركتها من كده دي حاجة بيدقوله زياني بصوح هي حطتها من دون البرودكت هنا حطت اللوقتي على الشات حتى وحكيتها بتاع الطعام اه كتابتها الويت بوض اه فبدأت تعمل حتى اديشنز من المي سيكل في عندنا حاجة اسمها سيكل انتر بيز اديشن المي سيكل انتر بيز اديشن دي مش فري مش مجانا بفلوس نحتاج ان احنا نشتريها فيها امكانيات اعضا فهتبدأ تمشي لنفس السياسة المعطالة بتاعت اريكاد ان هي سياسة معطالة في شركات كتير بس احنا اروحها من السياسة ميكروسوفت يعني اريكاد مثلا بتمشي ازاي في الهزم الشغل بتاعها ان هي تديك فري مجاني من الحاجة بس تكون فيتشاز بتاعته قليلة شوية وتددأ تعمل فريجانز تانية فيها فريجانز رهيبة متقبلاش تقومها يعيز المتبعيز ممريض تستطعب وتعزبها بفلوس والله تشتري به رجان فري اشتري به أرغب فيتشار الجديدة كبيرة والكلم هذا المغضو على اوريكال نفسه اوريكال هي حتى الاوريكال ليس التمميش الهي الهي هي اقليل الهي كثير فيها نفس الكلام فيها فيه اضافة انจะ فيها نفس الكلام أوراكل بقيت عام للفرجن الطبيعي لتعامل ميسيكل اللي هو من استخدامه زمان بقى هو الفري فرجن من ميسيكل وتطوير بطيء وما بيحصلش كتير وعملت فرجن الثانية اسمه انترميز وروح ديه بقيت بفلوس وبيعت تطويرها سريع وفيها فتشار اكتر بكتير ديه سياسة الموطدة بتعامل ميسيكل طبعا في الوقت بتاع ديعم ميسيكل لأوراكل يعني كان بيحصل كلام كثير جدا يعني انا فيسبوك تطوري تعمله سورج هتلاق واقعات كثيرة تعملات ديه وبيتجز تعملت يعني الناس كلها حاولت ان هي تمنع الموضوع باية طريقة ممكنة لكن للأسف مشقدش هاقدر الي اعمل كله تحرف من ان اوراكل تقفل ميسيكل في ايو وقت بانترع ميسيكل تعتبر منافس جدا الاوراكل من ناحية الويب يعني الاوراكل ممكن تشتعل معلول ويبليكيشن بس الناس كلها تتوجه لمين ميسيكل و بوستجري سيكل هم يعتبر اشهر حاكتين الابليكيشن زي الوب ميسيكل و بوستجري سيكل فاريكل لو افلت ميسيكل في اي لحظة كل بساطة هتوقع شبه حاجة جدا من المستخدمين هتقلم يبدأوا يتجهوا لاريكل او لبوستجري سيكل بوستجري سيكل تمام اصعب من الوماي سيكل لما اروح الوية ويعني هي جميلة بس اصعب منها شوية ممكن نقول فتشار زي فيها يعني طيبا نفس المقدار ممكن عابلك هيك ايه انجزت انت 72 اتفقهية ايب الزود اتفقهية ايب الزود اتفقهية ايب الزود السؤال ده هم انتحان جميلة و عفته حلو في انتحان جمعة اسنا فوط انشو امه هجبت حلو اسئلة في انتحان جمعة اسنا فوط جدا نصل دهاد امه تبعت الارب؟ المترجم الى المترجم الى السؤال الفكون وال妙 الله المترجم الى السؤال عميلا ورقوة vaisتجه المترجم الى تع Hyes السؤال سبولي شوي سبولي كلا إن شاء الله لديه وقت وانتفلق فيه لا يفعش تخضي للقصر على كده ويت تنزع المنتظر يعني يتقى يعني اغزاكم لحوية ونزلت لنا الأسلاتي مكيب جميلة ووحب يحلق النواشة والدميرو في الحقيقة اشتاز هنا على السؤال الحقيقة تخليكوا فعلا دوقتي يعني اشتاز هنا اشتاز هنا ينحبك رياضاتك كثيرة ويسنع بينكم رياضاتك كثيرة اشتاز هنا فكرة كلها تكون الموضوع يلا تكون حسب لحياتنا شيئ ممكن تقوى اشتاز هناك اشتاز هناك نظر الوضع عائل لا يهم اصدتش الوضع الحقيقي يعني اخوات عندك لود عالي جدا على ال data base ممكن تقسمها ممكن تحط كذا data base server في كذا مكان كلهم بيكمل بعض لو غاليات ما عندكش لود عالي بس عندك كمية بيهنات وهيدة جدا في ال data base في حاليات ممكن تحاول تعمل indexing بشكل افضل او تحاول تتقسم الكلام ده على اكثر من table او حاجات كثيرة موجودة ممكن تقسمها على كذا server وكلان على حسب الجو موجودة حسب ال environment الموجودة بيتحدد الكلام ده بيحصل ازاي الطيب الطيب الاستاذ H-AAAA نعم لقيت حق Gefühl فرمك وتتبقى عليه باللوآتي بممكن تقول لنا بعوكم ازاي قلي compile كünüzما متوفرح لنا او كده فرم اعط VPgil ما يحط شاركتي بسوح فا UV عم اش Honors � منعرف كال اي Scene يمكن أن أسأل عادة عن الإجابة حتى عنده طبعا طبعا لا يوجد شيء طبعا هناك أي شخص يريد أن أقول أنه يكلمني على بعض على هذا السؤال وهو فعلا معي جابت هذه الأسئلة وهو حل السؤال طبعا لا يوجد محضر و يمكن أن أعطيها و يمكن أن أقوم بعملنا و يمكن أن يقوم بعملنا نوعب لب لكن هذا الموضوع فتحت الموضوع والذي الموضوع ليس يفضل لأن الوقت تحولت معي الوضع لو قلنا أن لدينا مثلا فيه حنشيل في مرواة صورة حنشيل في صورة كثيرة جدا كل روح يبقى في صورة طيب لو كان واحد عايز يحمل صورة طبعا الصورة بشكل طبيعي حيبقى مثلا الحجم احتاها دي يعني في الرينجي بتاع كان مثلا 3 كيلوبيت لو كانت مثلا بي انجي ولو كان جي بي جي لا لو كان بي انجي حسلا هنقول 1-2 كيلوبيت لو جي بي جي ممكن توصل ل 10-12 كيلوبيت ممكن بالميجة كمان الجي بي جي لو جي بي جي ممكن توصل معنا 600 كيلوبيت ممكن تبقى 1-12 كيلوبيت طيب لو واحد جاي عايز يطلع فايل من الكلام ده طلعا الكود بتاعي سيعمل select عشان يطلعه البتا دي يبقى كلا فيه بي رسالة شغولة على مايسيكور بتحاول تطلع الفايل ده البروسيس دي هتعمل load لمدة زمنية من قداوها x x ثاني عشان تطلعه الفايل ده طيب مثلا معيه meet user تاني بيحاول على نفس الكلام يبقى فيه loader بقيه حيطلع عندي عن ميسيكور وده غير جدا طب انا اعمل فلدر عندي وابلوط فيه فايلات دي وحطه فيه انا عايز بقى حلقة تقولي ليه حتفضل ان احنا نحط الفايلات في الميسيكور عن ان احنا نحطه في فلدر عادي على السيرفور ليه حنفضل اللي عندي الميسيكور وسط يبراهيم خداك هتحطه في ودركتور يعني لو عند حد شاء مثلا الميسيكور حيث هتبدأ أن تعمل extract الفائدات اللي جواب اللي تضيف فائل اللي حدك حملته له وهتحطهم جواب وحتشغولون ان الـ browser وعد فاصل السلاح عدد خميد لو حدك سمعني انا بس اعجب تاسكس ان وقت ما حده ونقش فى حاجات زى ك فلي حالات هتفضل ان احنا نمشى فى اتجاه زى ده لنحن نحط السرعة او الفيديوز نحطها على table لتعامل عادات الـ is دي لأ من أجل الصمع زي طبعا أنا كده الصمع عندي هتبقى أبطأ بكتير لأن دلوقتي علشان أجيب الفايل ده من على الهاتف هو طبعا في النهاية كله بتحزن على الهاتف يعني بشكل فايلات بس أنا عشان أجيب الفايل ده بشكل لايك تموضيشه على طول من فايل متحزن عندها السيرفر هيبقى أسمع بكتير من أن أنا أودعم الconnection عن database وسيبقى الفايل ده وأجيبه وهيبقى معي مثلا ألف واحد تانى بيعمل نفس الكلام فميسيكو السيرفر نفسه هيبقى للود عاجي جدا فهيبقى يبطأ فهيبقى يزود اللود على البروسيسور على السيرفر نفسه فمن ناحية الصمع الصمع مش هيجي كتير معانا كاوبشن هو بالضبط وصنوح ما نقولي ده موقت تانية طبعا بكت حيبقى رهيب يعني حيبقى حاجة مراهيب جدا النقطة المشهورة لي اللي بيفكرون ان هما يعملوا كده بتكون ايه بتكون انه بيبقى تفكيرهم دايما من ناحية السيكوريتي انما بيقولوا الفايل ده ممكن يكون مثلا ايه فايل بي اتش بي لو حد عصر الكلام ده يعني من الفترة كبيرة كان مشهور جدا ان موضوع ناحية نرفع فايل بي اتش بي نضحك على مواقع ورفع ملفات المواقع تحت الابلوت كنا هيدحك على انه نعمل ايه بدلا ما نرفع فايل عادي نرفع فايل بي اتش بي يترفع والله احنا شغولين من فوق انه هكي يبقى السرور حاجة مشهور جدا انه غيره ممكن فايلس لو السرور مثلا فايلس عادي اي اكس اي كاملتك تبقى حتقلوا طبعا الكود بيعمل تشيك على الاكستنشن وعلى الفايل طايب كلام جميئ بس هنفترض ان الكود مبقى لاش كده يبقى في النهية اللي هيحصل هيترفع الكلام ده و هيدور بالدانيا طب لو الكلام ده كان بيتسايف الداتباز زي ما بعد بيقول يبقى هيبقى بعيد احوض هيبقى عزولي تماما على الدانيا اللي عندي فبالتالي مش هيدوريني الناس كتير بدقوا كده بس الواقع بيقول العكس كده الواقع بيقول ان هو هيدوريني من نوع تاني اكتيف الازي انا واحد لود لكن انا ممكن اعمل سيكوريتي كويس وحطه كفايلات عادي مفيش حاجة يتمنعني من كده ان شاء الله لو عملت سيكوريتي مناسب وعملت سيكوريتي كويس وعملت تشيك كويس جدا على كود فاحقدر فعلا ان ان انا اشيليه بطريقة مناسبة وبطريقة قيمنا ما ضرورينيش حقيحة واضحة كده نقطة دي فهي اشهر هالف ناسبت الكلام علي يكون بيقوله حنشارها في الداي بيز ل repetitive المغative اللغة تماماً عن البيئة بتاعتنا وعن الـ environment بتاعت السرعة بتاعتنا فمتدرناش بأي فيروس او اي حاجة زيك هنرد عليهم ان الكلام ده حيوم مدرروا من نحية تانية لناحية الـ load والحال البديل في حالة زي كده هيكون ان احنا نعمل بيئة قوية مناسبة للـ upload اتوقف من الـ load اقدر انلاق هيفة باعتنا بشكل صؤية امن جدا지는 ما يدورينه بص Rum جزينا لياكم السرعة الحمد طيب جزينا لياكم السرعة الحمد الطابق جزينا لياكم السرعة الحمد المتابعة دعوكم السرعة الحمد لياكم السرعة الحمد مع زراء فعلا لكن ايام اللي فاتت كانت فعلا صعب وطراجة كبيرة جدا يعني عدنا هي لسا الامر ان شاء الله يكون فيه متابعة اكتر عشان مشاريع العمل ورش العمل اللي هنتفقين عليها ان شاء الله هنتابع في المنتدى ونشوف الكلام تكوزا ان شاء الله المسابقة جميلة جدا انا شفتها من بارح تقريبا تقريبا من بارح بالليل بحلطة على الطبق جميلة جدا وفكرة جميلة اوي وفيه النشاط جميل جدا انا تدعجبني في صراحة يعني اجزاكم الله حلان جميع المعبار فيها على النشاط ده شوك عنديكم بجد وياريت نفضل على كده واكتر من كده ان شاء الله اكتر دي كلها فايدة لنا يعني احنا اكتر ناس بنستفاد من الكلام تكوزا آآ فالمسابقة جميلة جدا وهي نفضل المستمر وان شاء الله يعني ربنا عيضاني وان شاء الله اشارك معك فيها آآ آآ هذا الاتناه ان شاء الله والله يعني اعيد ان كان يفضل الناس كبيرة كبيرة معنا آآ ان شاء الله لا يحصل لكن في النهاية الواقع بكونني في ناس منشغلة في ناس كتير بتتابع عن وحضرات عن طبق ذلك بس مش فتحضر وبالنسبة للجور في الحلوث نهار اول مرة يعني حالهم اهلا بيكم مرة تانية وحقول لهم بلاش يعني اتصادموا او تحسوا ان الكورس صعب للكورس سعب ان شاء الله ونحن نبسة فانها ده ما نقدر لكن زي ما نقول معلش راجعوا محاضرات الوفاتت راجعوا محاضرات الوفاتت اللي عم يتسجلوا ريديو حضراتكم ممكن ترجعوها ومحاضرات الوفاتت كانت مش معتمدة على الوفاتت بدرجة كبيرة فممكن ترجعوا محاضرات الوفاتت ولو في اي مشكلة ممكن تكتبوا طبق في المنطلة بالسؤال اول محاضرة الجاية ان شاء الله او دلوقتي لو في سؤال ما فيش شكل فالس كل المنتظرات الموجودة على المنتظر في الموضوع بتاع تحميل المحاضرات والسؤال الوطني يعني انجز الوفيان بيسجل المحاضرات كلها وتنزل مع المحاضرة بسنعات قليلة وغلبا بكرة صبح ان شاء الله ستكون متاحة بالتسجيل والتسجيل تنزل معنا إن شاء الله وحضرين بيسجل المحاضرات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة